في مثل بيقول البيوت فيها اللي مكفيها والبيوت مقفلة عل فيها وبعد تأثر كل البيوت بالأزمة الاقتصادية اللي احنا فيها وزيادة الأسعار المفاجأة الرهيبة اللي حصلت من فترة داخل علينا الدراسة وده بيعمل أزمة في بيوت كتير السلام عليكم ورحمة الله أهلا بيكم وده فيديو جديد اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم ويلا بينا النهار ده ندردش مع بعض شوية كده وإحنا بنعمل تنظيف عميق أيها يا عفايف بتعملي إيه يا عفايف بعمل تنظيف عميقك يا جماعة لجزء جزء في البيت فده أول فيديو في التنظيف العميق اللي هعملو معيكم زي ما انتوا حتشوفوا دلوقتي ستاير بقى وقرضيات تحت السرير والتاع ودوليب وحاجات كده ولكن فيه كلمتين عايزة أقولكم عليه لأن أنا عارفة دلوقتي إن فيه يعني أولاد كتير قوي بيعترضوا في البيوت على حاجات كانت بتيجي قبل كده ما بقيتش بتيجي مستوى معيشة هم عايشينه بطريقة معينة وفجأة الدنيا قلت شوية أو بقينا بنجيب حاجات معينة بقينا نجيب حاجات تانية يعني اللي فيه حاجات كتير قوي حصلة في البيوت دلوقتي وكذا موقف حصل قدامي وفي نفس الوقت برضو من ضمنهم ولادي فعايزة أقولكم كلمتين قبل الدراسة لازم توليوني طبعا إنتوا شايفين أنا بعمل ايه برضين بالكم يعني أنا دلوقتي بنظف تنظيف عميق ركزوا كده في الفيديو بس برضو سمعوني وانتم مركزين الكلام أولا بيبال الأم يعني أنا دلوقتي كلامي موجه لك عايزة أقولك أن انت لازم ترضي بحالك أولا علشان تعرفي توصلي الرضا ده لولادك بمعنى أن انت ما تكونيش بسطة فلانا عايشة زي ولا فلانا جابت ايه ولا فلانا بتصرف كام في الشهر ولا فلانا جزء بيديها مصروف كام ولا كان مصروفها أسبوعي ولا شهري ولا كان أيا كان كل الحاجات دي يا جماعة بلح والله كل حاجة ربنا كاتبها ومقسمها على الناس كل واحد بياخد رزقه أربعة عشرين إذا تصدقوني فكل حتى انت شايفاه ربنا ميميزه في حاجة أو انت شايفا أن ربنا رزقه بحاجة معينة هو في حاجات كتير أو يفقدها ونفسه إن هو تكون عنده أو نفسه مثلا ربنا ياخد منه كل حاجة ويديره الحاجة اللي ربنا ابتلى بيها مثلا أو أيا كان مش لازم نقول إن حاجات وحشة بس ممكن تكون انت ربنا رزقك بذوق كويس بس أهلك مثلا مش كويسين معاكي مثلا علاقتكم بيها علاقتك بيهم وحشة ممكن يكون ربنا رزقك بحامة كويسة بس إخوات جوزك مش كويسين أيا كان اللي ابتلقات في الحياة عموما كل واحد بياخد حقه أربعة عشرين إراض بس إحنا ما بنشوفش ده إحنا بس بنشوف الحاجات اللي حلوة قدامنا اللي الناس بتبينها وبس فأنتي لازم انت تقتنعي وضرزي من جواكي باللي ربنا كاتبه واللي ربنا رزقك به يعني انت لو ابنك قاعد جنب جنب واحد صاحب وجايب شنطة بتلات تلاف جنيه وانت جايبها شنطة بألف جنيه لو حد مثلا جايب مقلمة بمية جنيه وانت جايبها مقلمة بتلاتين جنيه كل الاختلاف ده موجود وده سنة الحياة فعشان انت يتوسطي ده لولادك ويبقوا مقتنعين وراضين ويطلع عينيهم مليانة لازم انت كمان تكوني مقتنعة بالكلام ده فاول حاجة ما تبصيش لحد صدقيني الكلام ده لو اقولهولك يعني عن تجرب كتير قوي لناس حواليا كتير وفي الاخر الواحد اكتشف ان فعلا فعلا ان الرضا هو دوت اللي بيجيب كل الخير بمعنى ان ابنك لما يجي يقولك انا عايز حاجة بكذا زي صاحبي فلان ما تحسيش ابدا ان انت يعيني مش قادرة تجبيله ولا انت ظروفك مثلا صعبة ولا ايا كان ما تحسيش بكده عشان ده ما يوصلوش هو كمان كده يحس بالكسرة او يحس بان هو اقل من غيره لا زي ما انت تكوني واثقة دايما في نفسك وفي امكانياتك وقدراتك وان ده اللي ربنا رزقنا بيه وتفاهمي ولادك بقى اللي انا عايزة بالقولك ده ان ربنا خلق الناس مختلفة ربنا خلق الناس طبقات ربنا خلق الناس في ناس عايشة في فيلال وقصور وفي ناس عايشة في بيوت في ناس عندها بيت مش مسقوف اصلا وفي ناس مش لقيها مية وفي ناس في حاجات كتير حوالينا فقدر تدي بيها امثلة وطبعا انت شايفان احنا في مصر يعني ده هي مش محتاج احنا كلنا امثلة بصراحة فالوضع اللي احنا عايشين فيه لازم لازم توصلي لولادك ان هم يرضوا باي حاجة ربنا كرمهم بيها عشتك اللي انت عايشاها والمصاريف اللي بتصير فيها على ولادك لازم هم يكونوا مقتنعين ان بابا وماما بيجيبوا لنا احلى حاجة ماما وبابا هيا دي امكانياتهم وهم لو في ادهم يعملوا اكتر من كده هيعملوا لازم توصلي لولادك ده من اول عشر سنين لازم تتكلمي معي يعني لو جاء لك انا عايز مثلا حاجة فلانية وقال لك الحاجة دي بمبلغ كبير زي صاحبي فلان وانت مش امكانياتك خالص تجيبيها ولا تتنرفيزي ولا تزعقي ولا تتوتري لازم تعودي معايا قاعدة وتفهمي ان ربنا خلق الناس طبقا وان احنا لازم نرضى باي حاجة ربنا كاتبها لنا وان احنا لو عندنا الحاجة الفلانية دي ممكن نكون مخصوطين اكتر من فلان اللي عنده الحاجة الغالية دي الحاجات دي كلها لازم توصل للولاد في الوقت اللي احنا فيه ده قبل التراسة وقبل تخول المدارس لان طبعا يعني في انتي لو في ولاد انتي بتشوفي ولاد جايبين سندوشات جبنة وسندوشات فول ولاد تانية جايبين سندوشات تاك مدخن وجبنة رومي وحاجات ممكن تكون اللانش بوكس بتاعته متكلفة مثلا متين جنيه ولا حاجة حاجات اللي جواه فانتي طب انتي مش مقدرتك تعملي كده او مش مقدرتك انتي تجيبي كل يوم الكلام ده بدل ما تتعصبي وتتضايقي وتحسي ان انتي عايشة عايشة يعيني صعبة والدنيا مش حلوة معاك لازم انتي من جواك تكوني راضي ومقتنعة وتحاولي تعمل لهم حاجات تبسطهم وتفرحهم على قد امكانياتك ولازم برضو توصل لهم ان ربنا زي ما قلت لك خلق الناس يعني مختلفة وده دايما اللي انا بقوله لولادي اي حاجة يشوفوها اي حاجة عايزينها اي حاجة بيطلبوها انا بقعد افهمهم ده عشان ما يحسوش ان هم اقل من حد ما يحسوش ان انا معايا فلوس بس بخلان عليهم او باباهم بخلان عليهم مش عايز يجيب الحاجة دي وهو معايا لازم ان احنا نعودهم مش كل حاجة محتاجين احنا بنجيبها ولا كل حاجة نفسنا فيها احنا بنشتريها الكلام ده مهم جدا جدا من اول عشر سنين تقدر تتكلمي في الحكاية دي او في الموضوع ده عمتا اقل من كده اعتقد ان لسه بدري عليه بس من اول عشر احد عشر سنة لا هم بيفهموا جدا هم بيبقوا مدركين اللي حواليهم ومدركين بابا وماما بيعملوا ايه عشاننا ويقدروا يحسوا معيكي باللي انت فيه انا مش معه ان حد يقول احنا نبعد ولادنا خالص عن حالتنا المادية او مسلا ما نقول لهمش خالص ان احنا ظروفنا مسلا دلوقتي كزا او احنا مش هينفع نجيب كزا ليه يا جميع ليه هو ان احنا مش بنصدلهم تقة سلبية ولا حاجة بس انا بلازم اقول لهم ان انت لما تحتاجي الحاجة الفلونية دي انا هيبقى معي فلوس في الوقت ده او اول ما يبقى معي فلوس هاجبها لك انا مش بخلال عليكي انا اما يبقى معي هاجبها لك طب انا دلوقتي مسلا مش معي كزا عشان على قد الفلوس مسلا هعمل بيها كزا او خلينا نعمل مسلا عند الدكتور مسلا السنان الاول عشان دي اهم من الحاجة اللي انت عايزيها ففي حاجات كتيرة قوي لازم ندخل ولادنا معيها فيها معانا فيها علشان يقدروا يواجبوا معانا الازمة اللي احنا عايشين فيها احنا فعلا فعلا فيه ازمة يا جماعة كبيرة جدا في الناس فعلا مش لها فلوس تجيب فراخ ولا لحمة في ناس بتقضيها كده طول الشهر وممكن تأكل الفراخ ولاحمة مرة واحدة بس في الشهر كل ده احنا شايفينه حواليها وزي ما فيه ناس ظروفها صعبة جدا طول الوقت ومن زمان اوي ظروفهم صعبة وعندهم يعني ازمة لا دلوقتي بقت الناس ظروفها اصعب من الاول واللي بقى عنده ازمة بقى عنده ازمة كبيرة واللي ما كانش عنده ازمة بقى عنده ازمة كلنا حسين الوضع ده وشايفينه ولمسينه طبعا دلوقتي بعد الزيادة الرهيبة في الاصعار لا مش بس كده ده دلوقتي اللي مش عنده بيتي يسكن فيه يعني ما عندهوش بيت ملكه وبيأجر بقى كمان عبقة عليه ان هو عايز يصرف على ولاده ويدفع الايجار ويدفع الميا والغاز والنور والحاجات دي كل ده يا جماعة بقى اوفر جدا يعني بقى الموضوع فوق طاية اي حد والله فالدنيا اصلا صعبة مش مستحملة ان انت تتحملي ولا تحملي زوجك ضغط من الولاد ان هم عايزين وعايزين 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 حاجات زي اللي بيشوفوها مثلا مع ناس تانية او مع صحابهم او مع حد مستوى اعلى من مستويهم فلازم انت ولادك تدخلي فيهم القناعة دي قناعة الرضا وان هم يبقوا راضيين بكل حاجة انت بتجيبها لهم والحاجة اللي انت جايبها حتى لو قليلة لازم يفرحوا بيها فده لازم انت تعملي مجهود في ان انت توصل لهم ده لو انتوا بقى حابين مواقف عملية على اللي انا بقولوا ده لان طبعا ده احنا بنشوفو مع ولادي اخواتي راضي كل الناس اللي حوالينا ده بيحصل معاهم ان انا مش جايب هالكلام ده من عندي ولكن لو انتم عايزين مواقف عملية وردوط فعل الحقيقية وعملية حصلت اكتبوا لي في التعليقات كلنا بيحصل معنا مواقف ولو انتي حصل معاك موقف قولنا عليكتي المواقف ده? ازاي? او مسلا عندك مشكلة مع ولادك في حاجة معينة اكتب لنا في التعليقات انتي عليكتي الموقف ده ازاي? في اطار الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه في الفيديو ده. وبس كده انا عايز اقول لكم انها دلوقتي بعمل ايه بقى? بعمل كيك ميكس. كيك ميكس ده اللي هو شوكولاتة وبانيليا في نفس الصينية. مع بعض كده زي ما شفته في اول الفيديو. الكيك هذه حلوة قوي 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 للدراسة. للمدارس واللانش بوكس ومن الحاجات برضو اللي تعتبر موفرة. اه صنية الكيك دلوقتي بتتكلف اكتر من الاول بكتير. طبعا البيت غالي. الديق سعره اهو. يعني بقى نزل تقريبا واحد تلاتين جنيه او اتنين وتلاتين جنيه. ده اللي هو المغلف يعني. الدي ايه السائل اقل من كده. ممكن برضو تعملي بيه كيك عادي جدا. يعني الصينية بقى بتتكلف دلوقتي. بس برضو هي اوفر من اي حاجة هتشتريها من برا. وبتشبع اكتر من اي حلويات ممكن تحطيها لهم في اللانش بوكس وهما في المدرسة. وكمان الكيك بعتبره بصراحة منجز في اي وقت في البيت. لو انا لسه ما عملتش الغداء ولو هما رجعين من المدرسة رايحين الدرس بسرعة. كل حد بياخد مثلا كده قطعة مع شوية لبن او ممكن شاي. اي حاجة بتنجز برضو وحاجة بتسد كده. احسن ما البيت يبقى فاضي خالص. وبس كده. يارب يكون الفيديو نهارده خفيف ولطيف وزريف كده. ويكونوا استفدتوا منه اي حاجة. اخذي بالك فعلا ان احنا ولادنا محتاجين ان احنا نقعد نتكلم معهم دايما لان الدنيا بتتغير حوالينا. يعني الدنيا بتتغير يعني انا بقعد اقول للجوزي هو ازاي الحاجات كلها بتزيد. والاسعار بتزيد ومرتبة الناس ثابتة. يعني دي كده بتحصل ازاي? يعني ايه انا كنت بشتري حاجة بمية جنيه بقت بتلتمية جنيه. وانا مرتبي زي ما هو. انا الناس مرتبتها زي ما هي والناس مرتبتها ثابتة. مفيش جديد. وكل حاجة حامليهم بتزيد. كهربا زادت. اه الفواتير كلها زادت. حتى النت. حتى الفواتير النت. اللي هو الشحن بتاع النت يعني برضو بقى ازيد. كل حاجة. الاكل اغلى. وكل حاجة غالية. السكر. وكل حاجة كنا بنشتريها غالية. ازاي الحاجة دي غالية? طب الناس هتجيب من ايد. فكل حد بقى على قده. بعد ما كان السكر بيبقى عندنا بالعشرين كيلو في البيت. لا دلوقتي عندنا كسين تلاتة سكر بالعافية. عارفين انتم بقى تقسوا على ده كل حاجة. الزيت كان بيبقى عندنا زيت في الدرة في المطبخ. ما شاء الله. بالعشر ازاي الزيت. زمان. دلوقتي ازاست الزيت في ازاست الزيت. يعني انت بتجيبها تخلص تجيبي واحدة غيرها. ليه? ما ما فيش سيولة ان انت تعود تعمل البيت خزين كتير. لان انت كده هتضيعي كل الفلوس اللي مفروض تصير فيها طول الشهر. في شوية زيت وسكر. فالله المستعين. ربنا يوسع علينا وعليكم يا رب. اه اكتبونا كده تعليقات على الفيديو ده. وشاركونا برأيكم. واشوفكم بقى على خير ان شاء الله. وعايزكم تروحوا الفيديو بتاعة الفيسبوك بنعمل عليها حاجات حلوة قوي. هستنى رأيكم هناك على الفيسبوك اكتبويني تعليقات حلوة. اسم البيتش سوبر مامي عفاف برضو بنفس اسم القناة هنا. على الفيسبوك اكتبيه في السرش. اسم القناة هيزهر لك الصفحة بتاعتنا. اعملي وطبع على الصفحة وشوفي الفيديوهات بتاعتنا هناك. ان شاء الله هتعجبكم جدا. زي ما الفيديوهات هنا برضو بتعجبكم وتكتبويني تعليقات حلوة. ايه رأيكم في الكيك الحلو ده? على فكرة طلعت وحفة جدا. وتقدري طبعا تزويدي كمية الشوكولاتة اكتر. فيبقى نصها شوكولاتة ونصها فانيليا. ما تبقاش حتة اقل يعني. بس طبعا على حسب ما انت حبة. الفانيليا اكتر او الشوكولاتة اكتر برحتك. وينفع تبقى شوكولاتة كلها. وينفع تبقى فانيليا كلها. وينفع نعمل بالشكل ده كده. انا من الحاجات اللي بحبها قوي اصلا انا كعفاف بحب الكيك جدا وشاي. كيك وشاي بحبه قوي. فبحاول ان انا اغير والذي برضو بيحبه الكيك. بس طبعا لو عمدت كل مرة كيك فانيليا بيزهقه. يعني يقولك خلاص احنا زهق انا بتعمليش كيك تاني دلوقتي. فبحاول اغير لهم في شكل الكيك. نعملوا نص فانيليا ونص شوكولاتة. نعمل شاتون. نعمل حاجات كده مختلفة. علشان يحسوا بالتغيير. وما يزهقوش طبعا. وبس كده. كده اخرز فيديو النهاردة. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. بجده حتنات عليقاتكم عن فيديو ده. هستنى كمان لايكاتكم. وحستنيكم تعملوا شير للفيديو ده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. واستنوني الفيديو الجاي. السلام عليكم.